فين وصلنا اليوم في حقوق المرأة في المكتسبات دينا؟ المرأة كانت ولا زالت اليوم شريك أساسي في التنمية وفي تطوير المجتمع المغربي سواء تقافياً، سياسياً وقانونياً المدونة للأسرة التي استرعت في 2004 كانت فعلاً حدث شريعي بل أكثر من ذلك حدث مجتمعي لأن نواة دي الأسرة هي نواة المجتمع هي الأسرة فكان هذا حدث مجتمعي جد بارز كان حدث ثقافي كذلك وحدث سياسي كانت الاستجابة فيه للرغبة لتحديث المجتمع لتحديث العلاقة الزوجية لتحديث المؤسسة دي الزواج والمؤسسة دي الأسرة تفضلي أستاذي بني بحيث أنك تتحدي على مدونات الأسرة فما جاءت شهد المدونة والتغييرات كانت مجهودات جبارة دي المجموعة من الجمعيات دي المجتمع المدني اللي كتتم بقضايا النساء فاليوم واش هاد المدونة هادي لنا 2004 اليوم 2021 واش مخصهاش بعد المراجعات أكيد أكيد سيف مدونة صدرت في 2004 صدر من بعد هاد دستور في 2011 نعم المغرب صادق على مجموعة دي التفاقيات الدولية أكيد أننا إلا بغينا واحد المدونة دي الأسرة اللي تكون كتساوي ما بين الراجل والمرأة وكتنصف المرأة خاص هاد المدونة تكون كتلائم مع هاد القانون هاد القوانين هدي خاصة تكون كتلائم مع التفاقيات الدولية خاصة تكون كتلائم مع الدستور فلا يكفي أن نتحدث عن المناصفة والمساواة يجب أن تطبق على أرض الواقع نعم مش مشي العقلية شوية العقلية ديال لأننا كانت تحتو على المراجعة بزيان القانونية ولكن حتى العقلية ربما لأننا كانت تحتو على المساواة فربما كينتقبل بعض الأمور من طرف المشترك ما العقلية ذو كورية